بسم الله عدنا في درس جديد ان شاء الله شباب اهي بدل الله اليوم حنتكلم عليه موضوعين مهمات اللي هم الصورت والباسيك فيلترينج أحياناً تكون عندك بيانات لكن آلية عرضها ولا شكل عرضها ما ينسبكش يعني مثلاً عندك بيانات طلبة زتواهد وماية وأقسامهم أو تبي ترتب البيانات حسب أي شرط من الشروط يعني مثلاً ترتيب البيانات اعتماداً على أرقامهم الوظيفية ترتيب البيانات اعتماداً على حرفهم الأبجادية الحرف الأي هو الأول البي التاني وهكذا أو ترتيب البيانات حسب الأقسام المحددة بحيث يكون مثلاً القسم اللي هو مثلاً safety حيكون ferest ولا welding حيكون ferest ولا حسب الترتيب اللي انت تحط هذا ما يعرف به الصورت وين سنجدها لعمر هدايا؟ سنجدها في تبويب data تبويب data وهو تبويب بيانات أيضا عندي خيارين بمجرد ما نحطني مؤشري في الجدول في أي خلية من خلايا الجدول نقدر نديري أما ترتيب البيانات ascendingly اللي هي تصاعدي ولا من الأصغر قيمة إلى الأعلى قيمة أو من القيمة العلوية إلى القيمة الأصغر منها أو الأسفل لكن لو افتحنا القيمة هدية اللي هو الديلوج متاع أو الحوار متاع عملية الصورت هيكون أفضل باش نقدر نشتغل وانه مرتاح لاحظنا بمجرد ما افتحتها حدد الجدول بشكل كامل والمؤشر هدايا ما ننساشي المؤشر هدايا المؤشر هدا شين يقول لك؟ يقول لك أن الجدول اللي أنت حددتها هل عندها صف يعتبر فيه كصف خاص بالعناوين ما تبيش يتأثر أثناء الترتيب ايه؟ هو هذا اللي ينبوه لاحظوا لما نخفي هذا التحديد أو الاختيار الناحيه هيحدد كل الجدول وبالتالي لو أني قلت لها أعيد رتب البيانات هيعتبر حتى العناوين هدايا من ضمن البيانات في الجدول ويعاود يرتبهم لكنني نبوه يستثنيهم ولهذا لازم نحددهم هذا الخيار الأول الخيار الثاني القوائم هدية اللي هو الكونومس اللي هي أني بنرتب عليها لما أني حددت الصف الأول هدايا في الجدول هو صف العناوين أعطاني العناوين اللي هو NO على أساس Number والName على أساس الأسماء والDepartment لو أني لحيت التحديد هذا سأعطاني السورتنج A B C يعني سأخذ الجدول هدا كله كأنه رؤوس الصفوف هدية سأخذها كأنه خيرها سأخذها A B C وهكذا كولوم A كولوم B كولوم C فاني نقول لها أن الجدول اللي اللي مؤشره عنده منطقة خاصة بالعناوين تسمى الرأس هادي كما تشوف فيها قدامي واني نبيك تستثنيها من عملية الترتيب بعدين أنا هنرتب اعتمادا على شيني؟ اعتمادا على الأرقام الطلبة بحيث أنه نرتب القيم من الأصغر إلى الأكبر يعني سيعود يرتبهم بحيث يكون أول طالب رقم واحد ثاني طالب رقم اثنين ثالث طالب ثلاثة وهكذا لغاية ما يصل لي السبعة الملاحظة وحيدة اللي بيكتخذها في عيد اعتبار الرأوين لما يعيد ترتيب العناصر يعني مثلا واحد اسمه زياد وهو في الولدينج خلاص هيكون أول واحد هو اسمه زياد رقم واحد زياد في الولدينج يعني مش يرتب العمود هذا ويهمل ترتيب باقي الأعمدة لا نفده الأمر أول واحد زياد في الولدينج رقم اثنين هو سالم في السيفتي رقم ثلاثة أنسون نحن شن درنا توا درنا إعادة ترتيب لعناصر الجدول اعتمادا على أرقام الطلبة ممكن هذا الترتيب ما يريق ليش نعاوذ نفتح الصندوق من جديد صندوق الحوار ونقول لان ايه نبدأ نرتب اعتمادا على اسماهم بحيث يكون أول طالب يبدأ اسمه بحرف حرف الـ A والثاني B C D وهكذا لو الحروف مش موجودات حينتقل لي اللي بعدها من الـ A تزد يعني حيكون أول طالب يبدأ بحرف الـ A حيكون هو أول واحد في القائمة الـ B لو كان عندي حيكون ثاني واحد السي ثم الـ D وهكذا عاد رتب العناصر اللي في الجد والهدايا اعتمادا على اسماء الطلبة اعتمادا على اسماء الطلبة هذه طريقة ترتيب العناصر داخل الجدول أو يعادة ترتيب العناصر داخل الجدول أحيانا مش الموضوع في الترتيب أحيانا نبي نعرف كم عندي طالب مثلا من طلبة الولدنج يعني لو جاء طالب اسأل لي قال لي اني لست موجود في قسم اللحام عندك القائمة هدية لو عندي فيها 500 طالب 600 طالب من غير المعقول اني بنقعد ندور في اسم الطالب في القائمة وبعدين نبحث له عليه التخصص متاعها وممكن نشوف له نتيجته أو نشوف له أي حاجة يبحث عليها فجاء موضوع الفلترينج الفلترينج هي إمكانية عرض جزء من البيانات أو انك تقوم بتصفيت جزء من البيانات اعتمادا على شرط انت تحددها كيف يتم تنفيذ العمر هدايا كذلك حتهو من قائمة نمشي لحاجة اسمها فلترينج لحطه بمجرد ما تغطى على فلترينج اعطاني اسهم داخل كل داخل كل عمود بحيث ان التصفية لو تمت على الأقسام نفتح القائمة هذي ونقول لاني ما تعرض ليش كل العناصر بينما اعرض لي فقط الولدنج فشين يدير هني حيدير عملية تصفية بحيث كل الصفوف هذي هيلغيها بستثناء الصفوف اللي تحتوي على الولدنج يعني عندي وولدنج واحد هني اثنين ثلاثة يعني عندي ضو مفروض في الولدنج وعندي زياد في الولدنج وعندي زياد ثاني في الولدنج لو درنا اوكي حيدير فلترينج اعتمادا على الأقسام ولأحطه بمجرد ما تمت عملية الفلترينج علي القسم الشر اللي عليها الرمز هدايا رمز القمع باش يقولك ان عملية التصفية تمت اعتمادا على هذا العمود ممكن نلغي التصفية ونعاود نبحث مثلا عندي نبي نبحث على اي طالب اسمه زياد فمجرد ما ندير زياد اي دي اكتبنا زياد ودرنا اوكي حيدير عملية تصفية ويجيب لي الطلبة اللي اسمهم زياد في القائمة ولو او عندهم هني ارقامهم يختلفوا هما في قسم واحد وغيرها هذه عملية التصفية او البيسيك فلترينج والعملية الاولى اتكلم عليها عملية السورتنج ايضا نقدر نلغي الفلترينج باش يبين لي كل العناصر اذا الموضوع من جديد اللي تكلمنا عني اليوم بعد ما تكون عندي جدول وفيه بيانات فيه امكانية يوفر هالي برنامج اكزل اني نعاود نرتب البيانات اعتمادا على مجموعة من الشروط اني نحددها اللي هي نبين نرتب البيانات زي الجدول اللي قدامي اعتمادا على ارقام الطلبة بحيث يرتب لي الرقم الاول هو اصغر رقم ثم يبدأ فيه التصاعد الرقم الثاني اكبر اللي بعدها اللي بعدها اكبر وهكذا غايت نكمل كل البيانات او نبين نرتب البيانات اعتمادا على اسماء الطلبة او ممكن نرتب البيانات اعتمادا على نتائج الطلبة او ممكن نرتب البيانات اعتمادا على المنطقة السكنية اللي يسكن فيها الطلبة او او القسم اللي هو يدرس فيه الطالب عملية السورتنج او الترتيب عملية الفلترينج مت زي السورتنج بزبط كل البيانات هيكونوا ظاهرات لكن يعاود يرتبهم بشكل مختلف في كل مرة على حسب الشرط اللي انت تحددها لكن الفلترينج لا الفلترينج هو عرض بعض العناصر اللي تحقق الشرط اللي حددتها في الفلتر بحيث ان الفلتر هو عرض الطلبة اللي موجودين في قسم السيفتي خلاص اذا باقي الطلبة اللي ما يقلوش في قسم السيفتي مش هيكونوا ضمن القائمة اللي معروضة قدامي ويمكن بعد ما احنا حددنا عملية الفلتر ممكن نلغي الفلتر ويعاود يعرضي كل العناصر اللي في الجدول خلاص حيان هنا شغلنا الآن مفروض بنديروا عملية السيف باش نحفظ الشغل متاعي شكرا ونتلاقوا ان شاء الله في درس تاني